موسيقى وفيها فيلل وأراضي وفيها أبارتمنت كمان الأراضي موجودة الفيلل كلها متباعة بس مستنيين القادم أما بالنسبة للأبارتمنت موجود فيها ستوديو وغرفة وصالة وغرفتين وصالة خلينا نشوف الشو الأبارتمنت عشان تاخذون معلومات أكثر موسيقى والحين احنا موجودين في الشو أبارتمنت زي ما وعدناكم زي ما انتو شايفين عندنا المطبخ المطبخ رح يكون كله رخام ورح كمان الأبواب تكون منخشب عشان تاخذ الطابع مثل ما قلنا احنا البراري بيعتبدوا على الطابع الطبيعي او الطبيعة او اي اشي فيها شيء أخضر لانه هي عبارة عن سبعين بالمية من الطبيعة زي ما انتو شايفين كل شيء مصنوع من اللوح ومن الرخام وتشطيبات رح تكون ألمانية اوكي عندنا هون موجود مكان للأكل وعندك كمان في صالة بتطل على التراس التراس هاي رح تكون مقابلة كل شيء بيكون أخضر المنطقة هاي جنب أوتيل الزايا زايا هذه هي فايف ستار هوتيل الغرفة الأولى رح يكون معها حمام وبطل على التراس وفيها بلكونة كمان حتى الحمام تبحى بطل على الجوينز او على الأشجار كل شيء من خشب أو كي وود عندك تراس او مجلس بطل كمان على الغابة ده أول غرفة الغرفة الثانية كمان شوفوا الخزائق المعمولة ازاي حتى انها واسعة من جوه وهي ثاني غرفة مع حمامة حمامة كبيرة تشطيبات جد عالية فيه كواليتي هون او النوعية حلوة تبعها ده حمامها فيه حمامة بيوف بدون ما ننسى وفيه كمان لونجري روم او المغسلة فيه بنغسل الحلو اللي عجبني اكثر في المشروع انه كل شي فيه نوعية او الجودة تبعه حلوة كتير وبتحسوا يونيك لما تدخل فيه شيء ابيض فيه غرين امامك شيء اخضر ده اللي بيميز البراري كمجمع والحين احنا موجودين في الغرفة والصالة المخطط تبعه رح يكون هايك المطبخ رح يكون مفتوح رح تكون فيه صالة موجودة مكان للأكل هون ورح يكون فيه غرفة مع حمام دي الغرفة المخطط تبعه والحمام جودة عالية جدا ورح يكون ورح يكون مكان للغسيل هون كمان للمعلومات اكثر وتحبون تشوفون المشروع تعالوا زورونا او تواصلوا على ذقم الموجود اسفل الشاشة زي ما انتو شايفين هون المية والهدوء تحفى ومن هون بيجي مفهوم البراري المنطقة هي هون عبارة عن 19 مليون ونص قدم سبعين بالمية منه كله مساحة خضرة المنطقة فيها أوتارز فيها مطاعل فيها جيم فيها مسابح فيها سكنات فيها فيها أراضي وبالتالي المنطقة بس لا الهدوء مفيش ترافيك مفيش زحمة فيه وهي اللي يميز البراري والاسم تباحها